اشتركوا في القناة لها هذه الاموال شيئا من السعادة تزواجت برجل امريكي ثم اطلقت ثم تزواجت برجل يوناني ثم تزواجت برجل فرنسي تزواجت برجل روسي كيف تلتقى الرأسمالية الشوعية وزدوها جثة هاملة مقتولة لإحدى الشالهات في دولة الأرجنتين فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مضي أنا كنت أولك محاضرة في لوس أندلوس في أمريكا وبعدين دخل علي أخوان فاضلان من سوريا ومعهما رجل أمريكي ولقيت أحد الأخوة السوريين بيقول لي أو أحدهم السوريين بيقول لي والله لو سمحت يا شيك محمد عاوزينك بس تنطق الرجل أمريكي ده الشهادة أهلا وسهلا ومرحبا تعال اتفضل يا أخي وأجلست إلى جوان ثم قلت له يعني إيه اللي عادبك عندنا حالنا لا يصر عدوا ولا حبيب إيه اللي عادبك فينا جيلنا ليه فقال ليه هذا الرجل الأمريكي بأنه رجل ملياردير يمتلك الشركات والأساطيل والأموال يقول ومع ذلك في ترجمة حرفية يقول سائمت الحياة يقول سائمت الحياة انتشل من محاولة تنتحر 16 مرة 16 مرة لا إله إلا الله ليه 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 ما فيش مكان في الدنيا إلا وسافرت إلي ما فيش أكل في الدنيا اشتهيتها إلا وأكلتها ما من امرأة اشتهيتها إلا وفعلت فيها ما اشتهيت بمالي هذا الرجل يا إخوة أنا دخلت قصره على شاطئ المحيط قصر مبني من الزجاج حديقة جميلة غناء رائعة وتدخل بعد ذلك إلى سلال أو إلى درجات سلة كثيرة جدا من داخل القصر فتستشعر أنك في الماء أنك في المحيط ومع ذلك يقول أنه سائم الحياة أنه السعيد بهذه الحياة لا إله إلا الله ليه ليه أعطى البدن ما يشتهيه البدن فالإنسان عمر ما يعيش بالبدن لوحده أبدا فيه شيء مهم جدا الإنسان بدن وروح بل قد قال الإمام الشافعي إمام الدنيا يا شافعي هل البدن يحمل الروح أم أن الروح هي التي تحمل البدن فقال الشفعي بل الروح هي التي تحمل البدن بل الروح هي التي تحمل البدن بدليل أن الروح إن فارقت البدن وقع البدن جثة هاملة لا قيمة لا بل إن لم يدفن فاح عفا هو نتن طب إيه اللي جابك لنا النهاردة قال والله هذا الرجل السوري أنا دخلت عليه اليوم الشركة لقيت وضع قدمه رجله في حوض الميا اللي أنا بغسل فيه وجهي وأخون المسلم السوري يتوضع والأمريكي لا يعلم فالنسلية طبع قدمك هنا أنت ما فيه زوء ما فيهش أدب ما فيهش إتيكيت ما فيهش ما فيهش الاتهم المعلبة للمسلمين الاتهم المعلبة للمسلمين التخلف والتأخر والرجعية والتطرف والأصولية والوصولية والخضوية والخضوية إلى آخر هذا التهم المعلبة سبحان الله فليه طبع رجل قال له أنا أتوضع قال له يعني إيه فقال له معنى الوضوء تتوضع ليه قال له عشان أصلي صلي يعني إيه فبين له معنى الصلاة تصلي لمن لله من الله ما عرفش حاجة قال له طيب أنا ما دخلتش عليك أبدا مرة وجدتك مهموما قال لا نبي صلى الله عليه وسلم يعلمني عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته براء صبر فكان خيرا له قال له طيب أنا أنا عاوز أبقى زيك أعوز أبقى زيك ما دخلتش عليك ليتك سكران أنا أعوذ بالله دين يحرم علي الخمر قال له طب أنا نفسك أسعيد زيك أعمل إيه قال له تدخل الدين قال له طب أنا مستعدة أدخل لو دخلت الدين اللي انت فيه ده هشعر بالحياة اللي انت عيشها من الأمن والاستقرار والسعادة والابتسامة والنشاط قال له يقينا إن صدقت قال له أنا صادق أنا أريد أن أحيى حياتي كريمة سعيدة قل كله أعمل إيه قال له طيب اغتسل اغتسل يعني استحب فدخل الرجل الأمريكي اغتسل وأتى به من المركز الإسلامي وقدر الله عز وجل لهذا الرزق الثمين بغير سبب فأنا لما أجلس فألت قال الله أقول وراكذا أشهد أن لا إله يهل الله وأشهد أن محمد الرسول الله الله الكلمة الجميلة شهادة التوحيد شهادة الحق التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض ومن أجلها خلق الجنة والنار ومن أجلها أنزل الكتب كل الكتب وأرسل الرسل كل الرسل ومن أجلها أنقسم الناس إلى شقي وسعيد فريق في الجنة وهم أهل التوحيد وفريق في السعير وهم أهل الشرك والكفر وردد الأمريكي الشهادة وردد الأمريكي والله العظيم يا إخوة وأخوات أنا كما قلت مراراً وتكراراً لم أستشعر ثقل الشهادة الرجل ينطق الحرف كأنما ينطل صخرة من جبل لآخر وبعدما نطق الشهادتين ارتجف جسده وبكى وقام الإخوة ليسكتوه قلت تركوه دعوه فلما سكن قلت له أسألك لماذا بكيت قال لا 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 قل لأنت الأول قلت له تفضل قال لي قل للسر اللي انت وضعتوه في الكلمة اللي أنا قلتها دي الوقت قلت له إيه السر الأشعر الآن براحة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة قلت له هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام وخلي بالك لا يذوق هذه النعمة إلا من دخل الإسلام طائعاً محباً مختاراً غير مكره ولا مضطر ألم نشرح لك صدر اشتركوا في القناة